يابا ليش منتظرين ان هو والله الحجة يطلع انه شي سوا هاي من الحجة من يطلع اذا تخلص بسبح سنوات وبتسح سنوات وبعشر سنوات هم زيال اما اذا صار بنائر يعيش مليون سنة شن سوا هاته الحجة ها وراها راجعة شوفوا هاي المنظومة من تقول لها اي شاب عرفتشون يقدر يقبلك المباني الدينية ما يقدر بعد ما يتحمل فانت تعال سهل على يدي قول لها بابا هاي 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 خلص تقول اما من تريد تقول لها بعصار متدين وتخلي لسبح تالاف وثلاثمائة شرط بعد يصير لو ما يصير ما يصير اقول هذا الدينا ما لكم ما بالله وهي معدنا في الروايات عدنا ناعم في الروايات روح اليوم يقرأوها في الجزء الثاني من الكافي يقول شخص مولانا يهودي اسلم شاب لابد قارين الرواية فصاحبنا يجي تقل باب الصبح عليه عرفت شون قبل صلاة الصبح قال لها قوم نروح وين مسجد رسول الله راح مسجد رسول الله قال ليش قبل الاذان قال لها بابا نوافل الليل مولانا نوافل اكو واحد تضيع نوافل الليل خلص صلاة الصبح مخلص قال لها عم نروح البيض قال لا هو باقية ساحة اين ثلاثة صلاة الظهر مولانا شم ركعة صلاة وشم تسبيحة وشم زيصي شنو صلاة الضخص هذا المسكين جايوا يا فقعدوا يا خلط قال له وين قال لعمي ساعة ومص ساعة لذاك الوقت احسنتم صلى الله عليه وسلم رسول الله وما كان يجمع إلا نادرا مولان خلافا للفاضل للمحاصر هذه مشكلة عرافة تشوف هو هو رسول الله قال بابا هذا حكم استثنائي ليتسع الوقت على أمتي ما قال مطلقا بس احنا سوناها مطلقا لأن الرشدة في خلافه جاي علي لحبالي هذه كلها مباني واضحة فقال لبابا العصر ساعتين وماك وفاصل هو ابقى خصار بتلاهثة وصلوا قال له وين قال لبابا مغرب ساعتين باقي خمسة ونصر اذان واحنا نروح البيت فهذا مسكين مولانا من قبل اذان الصبوح الى ما بعد المغرب والعشة مولانا فرجع للبيت مولانا لا بيحيل لا كذا كذا بكرة الصبوح بكرة الصبوح دك بابا علي قال منو قال لفلان قال لما تجي قال لعمي لا مو ما اجي الصلاة تقوم دينكم املكم عمي ادي شغال عمال يعني شو وانت الان شاب هذا اليوم تريد تجيبه الى اي دين مولانا الى هذا يجي له ما يجي وما يجي مولانا من تقول له بانه صلاتك باطلة كل شي تك باطلة لانه مستحباته اربعة الاف والفروض مالتها الف والاخير يخو بعد على اينا